اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعين خلونا النهاردة نبدأ حلقتنا بالحديث عن الزهب الابيض القطن المصري وصل سعره النهاردة لحوالي 6000 جنيه لانطار اصناف جيزة 94 وجيزة 86 ده الاول مرة كمان الصنف الفائق الطول هو بيسمى اكسترا هذا الصنف وصل سعره ل7000 جنيه طبعا انا بقصد اقطان جيزة 96 اللي بتتزرع في قفر الشيخ وتحديدا تفوى ومطوبص الصنف الذي يزرع في هذه المناطق وهو جيزة 96 ده من افضل الاقطان المصرية على الاطلاق ولكن السؤال الشركات المصرية الخاصة بتجارة الاقطان بتدخل المزادات اللي عدتها الدولة وبتاخد الاقطان باعلى سعر بقول لحضراتكم من 6000 ل7000 جنيه طيب هل السوق العالمي قادر على تقبل الاقطان بهذه الاسعار؟ هنا السؤال الحقيقة انه لم يتقبل وهناك مضاربة شديدة على اسعار القطن وإلا ما أنتجناه كنا باعناه على الفور من الاقطان المصرية وخلونا نتكلم بالأرقام مصر أنتجت في هذا الموسم حوالي 1.6 مليون انطار جاهزة للتصدير ما تم التعاقد عليه حتى اليوم مع اتحاد مصدر الاقطان لجميع الشركات العالمية في الصين والهند وهي الأقصر إقبالا على القطن المصري لم يتجاوز 30 ل35% من الاقطان المصرية احنا بنتكلم أن الكميات لم تتجاوز حتى اليوم 500 ألف انطار إذن نحن في أزمة ويجب أن تكون الأمور واضحة خلي بالحضراتكم أن القطن المصري إذا لم يتم تسويقه مع نهاية شهر نوفمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر ستتحول كل هذه الكميات التي تصل إلى أكثر من 65% من كميات الاقطان المنتجة في هذا الموسم ستتحول إلى فضلة بعدها نسمع أن القطن المصري في أزمة وأن هناك تكدس الأقطان في بيوت الفلاحين بينما هي في مخازن التجار وكمان نسمع ضرورة أن تتدخل الدولة لدعم منتجي الأقطان وفي الحقيقة هتدعم تجار لم يحسنوا تحديد أسعار القطن بل بالغوا في تحديد أسعار القطن للدرجة التي لم يستطع معها السوق العالمي تقبل الأقطان المصرية خلي بالحضراتكم المنافس الأول لمصر في أقطانها هو قطن البيمة الأمريكي سعره لم يتجاوز 6000 جنيه ومحدش يقولي الفرق شاسع بين القطن المصري وقطن البيمة الأمريكي اللي اتنين على قدم المساواة لأن هناك طلب عالمي على قطن البيمة أنا بتكلم في تسويق مش بتكلم في جودة الطلب عالمي على أقطان البيمة الأمريكية مصر نفسها بتستورد كميات كبيرة جدا من قطن البيمة الأمريكي إذن يجب أن نتحرك على الفور قدامنا أقل من شهر لازم نتحرك عشان نشوف هو ليه الأسواق العالمية لم تتحرك لاستيعاب القطن المصري بقول لحضراتكم عندنا ما يقرب من 65% من أقطان مصري يعني حوالي مليون ومئة ألف انطار ما زالت موجودة لدى التجار وبعض المزارعين 10% بالكتير من هذه الكميات ما زالت موجودة في بيوت المزارعين عايز اللجنة تدرس وتقول لنا السبب وتقول السعر الحقيقي اللي السوق العالمي يقدر من خلاله يستوعب هذه الكميات وإلا ستضطر الدولة في نهاية الأمر إلى دعم قطاع الأقطان وتحديدا الشركات المصدرة للأقطان بملايين الجنيهات حتى ننقذ سمعة الأقطان المصرية وهو أمر غير مقبول على الإطلاق خليكم معنا حتى نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان